طيب يا جدعان في خلال فيديو النهاردة هنأكلم على التحديثات اللي بتخص فيلم سبايدر مان 4 بتاع الممثل توم هولند وده يعتبر هو اهم فيديو بيخص فيلم سبايدر مان 4 فبلاش ان احنا نطول ولا نخش في الفيديو بداية الامر كده عشان يبقى الكلام بالنسبة لك مفهوم من اول الفيديو لحد اخره بالنسبة للتسريبات وكل حاجة كلمنا عليها قبل كده خلال الفترة اللي فاتت ومن زمان برضه بشكل كبير كل الافكار اللي قلناها دي هي دلوقتي اتغيرت وده لان على حسب التسريبات اللي هي لسه نزلة مبارح واول مبارح واللي هو يعتبر يعني في خلال الاسبوع ده كل حاجة عمالة بتأكد ان هو الفيلم بالكامل اتغير بدل ما كنا هنشوف دير ديفل وكينج بين وكل الشخصيات دي اللي كلمنا عليها من زمان كل ده اتغير وده اللي انت هتفهمه من الكلام دلوقتي اول نقطة لازم نكلم عليها وهي دي تعتبر تسريب نزل بيأكد ان هو فيلم سبايدر مان 4 هينزل بشكل كبير في خلال شهر يوليو 2026 اللي هو يعتبر شهر 7 ولو هتسأل ايه معنى الكلام ده هقولك انه وبكل بساطة معناه كده ان هو فيلم افينجرز دومز دي هو اللي هينزل الاول وبعديه هلاقي فيلم سبايدر مان 4 وده لان دومز دي هينزل في خلال شهر مايو 2026 وسبايدر مان هيبقى في خلال شهر 7 واللي مذكور هنا جوه للتسريب ان هو ده يعتبر هيحصل عشان احداث الفيلم اعتبر موجودة في الكون الجديد اللي هو يعتبر كون الباتل وورلد وده اذا كان بيأكد حاجة فده بيأكد التسريبات اللي كلمنا عليها السنة دي والسنة اللي فاتت وتقريبا برضو السنة اللي قابليها واللي هي التسريبات اللي بتأكد ان شركة مارفل هترجع تستخدم الخطة القديمة على انهم هينزلوا اعمال افلام وممكن كمان مسلسلات بين الافلام بتاعت الافينجرز لما هي تنزل وبالتالي دومز دي هيبقى اول فيلم اللي الافينجرز هينزل وبينه وبين السيكريت وورز هيبقى فيه افلام تانية اللي كنا بنسمعه هيبقى فيلم سبايدن مان فور وهيبقى فيلم وورلد وور هالك وهيبقى فيه فيلم كمان برضو هيبقى كبير ممكن يبقى ده هو الفيلم بتاع الاكس من اللي شركة مارفل كانت المفروض ان هي تعمله قبل الاحداث بتاعت الافينجرز بتاعت دومز دي اصلا بس لو انا شخصيا هتيجي تسألني في نقطة ازاي ان وفيلم سبايدر مان فور هتبقى احداثه في الباتل وورلد هقولك الصراحة عشان ما اكذبش عليك ان انا اول مرة تخيل حاجة زي كده ان هي ممكن تفصل يعني كنت بقولي ان هو ممكن سبايدر مان يبقى ايوة في نيويورك او مسلا بروكلين او اي حتة من الحتة دي وفي نص الفيلم هنلاقيين هو انتقل للكون بتاع الباتل وورلد دي كان ممكن انا نصدقها انما الاحداث بتاعت الفيلم هتبقى كلها في الباتل وورلد فدي نقطة انا باش مستوعبها هيعملوها ازاي والتسريب البعد كده هو اللي الامانة هو نزل قبل التسريب اللي انا لسا عيله والتسريب ده كان بيقول ان يا شركة سوني هي اللي فازت على شركة مارفل والخطة بتاعت شركة سوني لفيلم سبايدر مان فور واللي سبقى وكلمنا عليها قبل كده خلال السنة اللي فاتت واللي هي بكل بساطة في حالة ان انت مش فاكر ان يا شركة سوني عايزة فيلم سبايدر مان فور ويكون فيلم بيتكلم عن المالتيفيرس مش فيلم بيتكلم على ستريت ليفل هيروز زي الخطة بتاعت كيفين فاجي فاللي تذكر هنا وشيبه هتأكد ان الشركة سوني كده هتخلي الفيلم بيتكلم عن موضوع المالتيفيرس وكذلك برضو الفيلم هيبقى موجود فيه سبايدر مان توبي ميجواير وسبايدر مان اندرو جارفيلد زي بالضبط الاحداث بتاعت سبايدر مان نوي هوم ولكن هنا بنسبة كبيرة هيكونهم من الابطال بيتطوع الفيلم من اول واخره ولكن مش هيكونوا ابطال النص الثاني زي ما شفنا في خلال نوي هوم فبالنسبة للازمة اللي احنا بنشوفها دلوقت فده كده معناه ان احنا مش هلاقي الفيلم بيتكلم على سريت ليفل هيروز ولا كينج بين هيبقى هو الفيلم ولا الكلام كله بس علي الجانب الاخر النقطة اللي بتخص السكربت اللي احنا تكلمنا عليه من زمن اللي هو السكربت اللي كان موجود فيه كينج بين هو الفيلم ودير ديفل وسبايدر مان اللي اتنين هيتحالفوا مع بعض ضده. اللي تذكر هنا في نفس التسريب ان هي القصة دي هي متلغتش. ولكن القصة دي هيأجلوها لاي فيلم من افلام سبايدر مان اللي هتنزل بعد السيكريت وورس. لان زي ما احنا معارفين من حوالي تلت والا اربع سنين انه توم هولند هو مضع عقد المفروض هيعمل فيه تلت افلام. او سلسية جديدة لشخصية سبايدر مان. وبعد السلسية دي ما هتخلص هيعمله سلسية تانية ولكن سبايدر مان مايلز موراليس وهيزهر فيها برضو سبايدر مان توم هولند. فمن المحتمل القصة تاعت كينج بين دي هتبقى هي اللي موجودة في خلال سبايدر مان او سبايدر مان سيكس. وده الصراحة بالنسبة لي هو شئ منطقي بشكل كبير. وده عشان احنا ممكن نشوف انه سبايدر مان ومايلز موراليس يتعاونوا مع بعض ضد كينج بين. وكزلك برضو بيطة الابطال بتقع الستريت ليفر هيروس. واذا كنت هتفهم حاجة من الموضوع بتاع مالتي فيرس اللي شركة سوني هيتعتبر بتعمله دلوقت او هتعمله في خلال سبايدر مان فور. فالحاجة الوحيدة اللي ممكن تفهمها كده ان شركة سوني اخيرا هتنقل الشخصيات اللي عندها للعالم بتاع الام سي يو. وانا بقول لك هنا انه ولهوا التسريبات دي صحة فاحنا كده هنشوف موربيوس وهنشوف كريفنز هانتر وهنشوف كل الشخصيات اللي كانت موجودة في سوني بتنتهل للباتل وورلد وهيبقوا موجودين في خلال سبايدر مان فور. احنا كده كده عارفين ان همن هيبقوا موجودين في عالم الام سي يو عشان احداث السيكرت وورز. ولكن هنا احنا بنتكلم عشان الموضوع بتاع سبايدر مان فور تحديدا. وخلي بالك برضو انه في تسريب نزل الاسبوع اللي فات بيأكد انه وفولشر وفينم هيرجعوا لعالم الام سي يو تاني. لو هتقولي طب فيلم فينم سري دلوقتي هل النهاية بتاعته هتنقل فينم لعالم الام سي يو? هقولك احنا لحد دلوقتي مش فاهمين حاجة عن فيلم فينم. لان القصة لو هتتكلم عن موضوع الغابي اللي احنا سمعناه على ان فينم هينكس بيتر باركر اللي هيكون صغير. فهيبقى حرفين الفيلم ده مفيش فرق بينه وبين فيلم مادام ويب. فلان بالنسبة للمتوقع انه فيلم فينم سري هيبقى فيلم كويس للشخصية بتاعت فينم. خصوصا ودي برضو نقطة تانية يخليك عارفها. انه توم هاردي الفترة اللي فاتت لمح على ان فيلم فينم سري من المحتمل يكون. هنا انا قلت من المحتمل مش اكيد عشان الناس اللي هي بتاخد الكلام وتمشي. ففي احتمالية هنا ولكن الكلام ده متأكدش بشكل رسمي. اتذكر كمان برضو من تسريب تاني ان هو تصوير فيلم سبايدر من فور هيبدأ مع نهاية السنة دي اللي هي الفين اربعة وعشرين. ومحتمل بالفعل زي ما اتذكر في اول تسريب ان هو يعتبر اول فيلم هينزل بعد الفيلم دوم سدي على طول. وممكن هنا حد يجي يسألني ويقول لي طب ايه مصير الشخصيات بتاعت سبايدر ويمين اللي هم كانوا موجودين في خلال فيلم مادام ويب. خصوصا زي ما احنا ما قلنا من شوية انه فيلم سبايدر من فور هيبقى بيتكلم عن المالتيفيرس. هقولك انه بكل بساطة بشكل كبير هيرجع نفس الممثلين الادام برضو تاني. ولكن اللي ممكن يحصل هنا وده توقع شخصي ان هي شركة مارفل ممكن تاخد الشخصيات بتاعت السبايدر ويمين اللي هم كانوا موجودين وتخليهم في عالم الام سيو بتاعهم. وده بحيث شركة سوني ما تعرفش ان هي تعمل لهم اعمال مشتقة تاني وتفضل ان هي تحلف في الشخصيات. لان زي ما احنا ما كنا عارفين انه فيلم مادام ويب من قبل ما ينزل اصلا هم كانوا عايزين يعملوا له سلسلة افلام. يعني جزء اول وجزء تاني وجزء تالت ولا اخره. بس طبعا اتكلمت عن موضوع ده قبل كده وقلت ان يا شركة سوني اضحكت على ممثلين ونصبت عليهم. وقال لهم ان انتوا هتنضموا العالم مارفل ولكن كيفين فاجي قال لهم ان هو ملوش علاقة بالعالم بتاعهم. النقطة التانية اللي ممكن دلوقتي نتكلم عليها واللي هي يمكن بتمثل ازمة بالنسبانها. وهي نقطة ازاي ان يا شركة مارفل هتشرح ظهور توبي ميجواير واندرو جارفلد في خلال كونسو 18 خلال احداث سبايدر مان نوي هوم. لو انت مش فاهم الكلام اللي انا بقوله هنا فهبسطه لك. لو شركة مارفل هتخلي توبي ميجواير واندرو جارفلد يبقوا موجودين في خلال سبايدر مان فور زي ما عمال بتذكر دلوقتي في التسريبات. والفيلم هيبقى بيتكلم عن وكل العوامل الكتير دي. فده ايوا شيء كويس بالنسبة ان احنا كجمهور. ولكن بالنسبة لزهور توبي ميجواير واندرو جارفلد خلال نوي هوم. ايه السبب الرئيسي اللي خلاهم يصهروا جوه الفيلم? لان بالنسبة للسبب الرئيسي اللي احنا كنا عارفينه من التسريبات القديمة ساعة نوي هوم كان السبب هيكون هو شخصية كانج. كان هيبقى مجلس كانج فيه شخصية من الشخصيات بتاعته او ممكن التلات شخصيات الاساسيين بتوعه. المهم يعني فيه حد من نسخ كانج هو اللي نقل توبي ميجواير واندرو جارفلد العالم الام سي يو. ولو تسألني طب النسخة دي مين? هقولك ممكن النسخة دي هي نسخة هي هو ريمينز. لان ده اكتر شخصية كنا عملين بنسمع عنه تفاصيل كتير في خلال نسلس اللوكي الموسم الاول والتاني. وكان بيقول ان هو بيحافز على ويلا اخره من كل التفاصيل دي كلها. فالفكرة هنا ازاي طالما شركة مارفل هتبعد عن القصة بتاعت كانج ومش هيتكلموا عن كانج ولكن هيتكلموا عن دكتور دوم ان هما نيجوا بالرغم من كل اللي احنا شفناه قبل كده في الاعمال اللي فاتت. ويجوا راجعوا لك توبي ميجواير واندرو جورفلد تاني في خلال كون ستمية وستاشر. الناس اللي ممكن تيجي تقول لي طبا ممكن دكتور سترينج هو اللي جابهم من والكلام ده. هقول لك ان الموضوع بتاعه ازاي ان هما نوصلوا لعالم هو ده موضوع مش معروف لحد دلوقتي بشكل رسمي لينا. ولو انا اتكلم على تعويز الدكتور سترينج فتعويز الدكتور سترينج اللي عملها في اول الفيلم ملهاش علاقة المفروض. وده لان المفروض الخط الزمني الاصلي بدأ ان هو يتفرع من ساعة الاحداث بتاعت مسلسل لوكي الموسم الاول. وحسب ترتيب التايم لاين اللي شركة مارفل عملا ان هي تغيره كل فترة والتانية. فاخر حاجة احنا عارفنا دلوقتي انه مسلسل لوكي الموسم الاول هو اللي مفروض حصل. ومن بعده حصلت الاحداث بتاعت نوي هوم وبعده دكتور سترينج تو. ولكن ممكن يبقى فيه حج تاني للموضوع ده وهو انه اللوكي ممكن يكون هو سبب الرئيسي اللي خالها توبي ميجوار واندرو جوارفيل ينتهيله الكون 616. لان برضو لو تفكروا التسريبات الاديمة اللي تكلمنا عليها من ساعة مسلسل لوكي الموسم التاني. لوكي في النهاية بتاعت المسلسل المفروض هو بيرائب بالكامل. وبيحيي الخطوط الزمنية المتفرعة اللي هي حصلت. في نفس الوقت لو تفكروا من ضمن الكلام اللي انا قلته ان هو يعتبر برضو بيجمع الشخصيات القوية عشان احداث وكانج داينستي. وده ساعة لما كان فيه افنجرز كانج داينستي. فممكن هنا يكون كل الاعمال بيحصل ده من موضوع واللي ممكن نشوفه في خلال مسلا فيلم سبايدر مان فور. واللي شوفناه في خلال سبايدر مان نوي هوم. يبقى كل اللي كان اعمال بيحصل ده كان من تخطيط لوكي. بحيس ان هو يبقى يعرفهم قدام انه فيه شخصية اي لاجاة واللي هي شخصية دكتور دوم. فهو محتاج الشخصيات القوية عشان يعرف ان هو يتصدى لي. نزل برضو تسريب تاني بيذكر ان شخصية محتمل ان هو ما يظهرش بدور سبايدر مان في خلال سبايدر مان فور. وفي ناس تانية برضو كتعملة بتقول ان هو مش هيظهر اصلا في خلال سبايدر مان فور من الاساس. بس في نقطة ان هو ممكن يظهر في عالم عشان برضو دي نقطة كان عليها الكلام برضو الاسبوع اللي فات. فنقطة ظهور مايلز موراليس في خلال سبايدر مان فور على حسب اللي انا فهمته ان هو هيبقى لي علاقة بالكوميكس بتاعت السيكريت وورس. هتقول لي معنى ايه الكلام ده? هقولك معنى لو الكلام ده هو طلع صح. مارفل مش هتقدم لك مايلز موراليس في كون ستمائة وستاشر. اللي هو هيكون مايلز موراليس اللي انت هتشوفه ولسه هتشوفه هو بياخدوا الكوة بتاعته وكل الكلام ده كله. ولكن اللي هيحصل ان هو من هيجيبوا لك مايلز موراليس من المالتيفيرس. والنسخة دي هتبقى مكملة معانا في الكون الرئيسي بعد السيكريت وورس على طول. اللي هو المقصود من الكلام هنا ان هو يعني هيبقى مايلز موراليس الرئيسي بجانب سبايدر مان بيتا باركر في الكون الرئيسي اللي هيتعامل بعد السوفت ريبوت. وده لان برضو نسابقوا لتركوا الكلام ده قبل كده ان شركة مارفل بعد السيكريت وورس هيعملوا حاجة اسمها السوفت ريبوت. واللي هي معناها ان احنا دلوقتي ما عندناش ايرون مان في كون ستمية ستاشر. فهنجيب ممثل معين يكون غير روبر دوني جونيور. وهنبقى عارفين انه شخصية دي كان موجود في في كون فلاني مثلا. والممثل ده هيسيب الكون بتاعه لان طبعا كل الاكوان هتتضمر في خلال السيكريت وورس. وبعد كده هينتقل لكون ستمية ستاشر على انه ايرون مان الاساسي بتاع الكون الجديد. وكزلك الامر لو كابتن امريكا مات هيجيبه واحد تاني يلعب الدور بداله وكزلك برضو بلاك ويدو واي حد تاني ييجي على بالك. وكل ده عشان يعمله نفس العالم بتاع مارفل اللي هو موجود في الكوميكس. واللي هو العالم اللي موجود فيه كل الشخصيات سواء اكس من فانتاستيك فور نسخ سبايدر مان مايلز موراليس وبيتر بوكر واي حد ييجي على بالك. مسا اعتقد بالنسبة لانا من وجهة نظر الشخصية لو هم من هيجيبه مايلز موراليس ويخليه يظهر في خلال سبايدر مان فور او في خلال حداث السيكريت وورز على انه لايف اكشن فبنسبة كبيرة اللي هقوله ده هو اللي هيحصل. ممكن مايلز موراليس اللي يجيبه يبقى سبايدر مان مايلز موراليس بتاع العالم الانيميشن. لو هتقول لي طب اشمع عن النسخة دي وبتاعه وليه اصلا انت ممكن تفكر في حاجة زي كده. هقولك يعني فكر فيها بالعقل. شركة مارفل عمالة بتغير الخطط بتاعتها دلوقت. وفيلم سبايدر مان بيونزا سبايدر فيرس كان المفروض ان هو ينزل من زمان. ولكن الفيلم كان عمال ان هو بيتأجل وعمال كل شوية بيقوله لسه ما بدأوش الشغل عليه. وبجانب كده وخلي بقى في بالك المعلومة دي في حالة انها طلعت صح انه في تسريب نزل برضو الاسبوع اللي فت. التسريب ده اكد انه فيلم سبايدر مان بيونزا سبايدر فيرس هينزل في خلال سنة الفين ستة وعشرين. ممكن في البداية ممكن في النهاية هو هنا ما اذكرش. ولو الكلام ده صح فانت كده ممكن تربط الكلام ده كله مع بعضه. وتتأكد ان وماليزا موراليس كده بالفعل ممكن يظهر في خلال سبايدر مان فور. وممكن سبايدر مان بيونزا سبايدر فيرس هو اللي ينزل الاول بعدي سبايدر مان فور بتاع توم هولند. بحيث النهاية بتاعت بيونزا سبايدر فيرس زي ما احنا ما كلينا معارفين هتنى للشخصيات من الانيميشن للعالم اللايف اكشن ففي نفس الوقت اللي هينقلوا فيه الشخصيات الانيميشن للعالم اللايف اكشن ممكن ينقلوهم للكوم بتاع الباتل وورلد على طول. ولو تفتكر انا اتكلمت السنة اللي فاتت على ان كان فيه تسريب على ان بفعلا سبايدر مان بيونزا سبايدر فيرس نهايته هي انتقال الشخصيات للعالم اللايف اكشن ولكن تحديدا في الباتل وورلد. وكان فيه تسريبات تانية بتقول ان همان هيظهروا على انهم شخصيات برضو من غير ما يتحولوا لللايف اكشن ولكن ايهما صح وايهما اللي هيحصل مش هتفرق هو المهم اللي اتذكر وقتها ان همان هينتقلوا للباتل وورلد وطالما كده سبايدن مان فور هتبقى الاحداث بتاعته في الباتل وورلد من الكلام اللي احنا في منها دلوقت فكده بنسبة كبيرة اللي اتنين هتقابله مع بعض نقطة تانية برضو هي تعتبر لسه نزلة من شوية النقطة دي بتذكر ان شركة سوني هي حرفين بتعمل مصايب مع شركة مارفل والموضوع بكل بساطة لحسب المذكور هنا ان هو في العقد بتاع مارفل وسوني المفروض ان هو فيه باند بيقول ان شركة سوني لو قدمت فيلين او شخصية معينة فالشخصية دي عالم الام سي يو ماينفعش ان هو يقدمها تاني هتقول لي معناي الكلام ده هقولك معناه ان احنا مثلا على سبيل المثال عندنا شخصية موربيوس موجودة في العالم بتاع سوني ماينفعش شركة مارفل تعمل شخصية من موربيوس موجودة في العالم الرئيسي بتاعنا اللي هو كون سوتمائة سبتاشر. عندك مسلا شخصية تانية زي كريفنز هونتر موجود في العالم بتاع سوني. للأسف عالم الام سيو مش هينفع يظهر كريفنز هونتر بطولة ممثل تاني. وكزلك برضو مدام ويب وكزلك بقية الشخصيات التانية اللي ممكن تيجي على بالك. فأيوة انت كده فهمت زمان ما فهمت بالزبط ان شركة سوني بكل الافلام اللي كانت بتعملها كان اصداها ان هي تقفل على العالم الام سيو تقديم اي شخصية جديدة. بحيث ان هون ياخدوا الارباح ليهم هون ويخلوا عالم الام سيو مع دوش شخصيات جديدة ان هو يقدمها. لان ده برضو بالمناسبة هو اللي ظهر هنا وتأكد. ان شركة سوني بتعمل كده عشان بس تخلي عالم الام سيو ما يقدمش اي حد جديد بالنسبة للعالم بتاع سبويدر مان. سواء من الفيلنز او من الشخصيات العادية. بس كده يكون فيديو النور ده خلص لو عقبك الفيديو حط لايك على الفيديو واشترك في القناة لو انت لسه مشتركتش وبيس.